هناك سبب واقي نعم صاروا قوة ضاربة وهذا من أروع النتائج في إخراج النساء والأطفال ونحن غدا روايات تقول وصلوا إلى الشام طلعوا يوم تساتعش من الكوفة ووصلوا إلى الشام غرت صفا يعني سير حثيث يمشون أسألك بالله جرابك أنت من تريد تطلع الآن من الكوفة وتريد تطلع من الكوفة أو من كربلاء تريد تروح سوريا شيف تروح شيف تروح شوية جنوب جنوب العراق إلى شوية شمال غرب شب الجزيرة تروح سوريا غير شجابك تروح إلى المنطقة منناك فوق شجابك شوفوا أيها الأحبة أنا هنا عندي هذا الرسم وإلا كان بنائي أنا أقرأ هذا هذا البحث اليوم شوفوا هذا الرسم أمامكم شوفونا خليه يسدد على الكاميرا شوف هذا المخطط اللي طلعوا فيه أهل البيت من هنا هذه الكوفة من زين الكوفة وين الشام الشام هذه هذه الشام هذه الشام هذه الدمشق هذه الدمشق يعني طلعون من جنوب من شرق إلى شنو إلى غرب شمال تقريبا فالطريقة هذه هذا ما يأخذ 12 يوم هذا يأخذ من كل خمسة أيام شوفهم وين طلعوا شوف هذا الرسم الأخضر وين طلعوا الكوفة القادسية النجف القناطر الحلة قصر ابن هبيرة مروا على أطراف بغداد مسكن سامراء تكريت طريق الجزيرة السن الكحي جهينة تل أعفر الحديثة موصل بلد سنجار جبل سنجار نصيبين رأس العين وين فوق فوق شمال حران تل أبيض البليغ أو البليخ الرقة دير الزور دوسر مسكن بالسن حلب قنسرين المعرة اللي هي معرة النعمان اللي ينسب لها أبو العلاة المعرضي كفرطاب شيزر سيفور حما الرستن حمص جوسية اللبوة بعلبك اللي فيه هناك خولة صومعت الراهب آخر شي دمشق ليش ليش كل هذا ليش هالإجراء هذا له أسباب وهو أيضا ليش كله جانب انتقام وجانب أيضا ملبس بالسياسة وجانب سياسي وجانب انتقامي وإجراتي كثير من قماية خلي إذا الله بعد أعطاني عمر وإياكم نصل عندنا مجلس نذكرها القضايا زين وكل هذا وفي السبي مما ينتق السبي نسوتا تضام وحاميها الكفيل مقيد ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ في الحشر واريا وقوف بنات الوحي عند طليقها نسوتا 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 نسوتا